وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جبلت النفوس على التساؤل لكي تتعلم لأن الإنسان يولد من بطن أمه لا يعلم أي شيء لا يعلم كيف يأكل كيف يمشي كيف يقوم كيف يعمل أي عمل من الأعمال نأتي إلى هذه الدنيا كأنه شريط كاسيت فارغ تماما بالتساؤل نتعلم والطفل في مرحلة من مراحل حياتي يسأل كل يوم مائتي سؤال وفترة طويلة بس فترة من الزمن هذا ليش؟ هذا ليش؟ بعض الأسئلة جيدة والطبيعية وبس أولها خرافات بس بالنتيجة أنت وأنا تعلمنا من خلال التساؤل لكن التساؤل يختلف عن التشكيك باستطاعة كل فرد أن يشكك في أوضح الأمور على الإطلاق شكك وهذا شغل إبليس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شغل إبليس تشكيك ما قائم على العلم والمعرفة مجرد تشكيك يعني ابتداء من وجود الباري الذي يقول ربنا في كتابه الكريم أف الله شك لكن يشككون يقال أن أحد العلماء كان مع تلاميذه واقفا على بركة ماء بركة ماء قال ما هذا قالوا ماء فجاب عشرة أدلة أنه مومي هذا مومي إلى أن عجزوا عن إجابته لأن سؤاله كان كيف يمكن أن تثبت الأشياء للناس هذا ماء أو لا هم يقولون إيه دليل الأول دليل الثاني دليل الثالث عشر أدلة جاء بعدين مد كفه في الماء وأخذ منه بعضه وصبه على بعض قال هذا دليل على أنه ماء بعد الوقات تحتاج إلى رد التشكيكات فعلى الأوقات لا قل لي عمي أنت شاك في الموضوع خير نلتقي بك في عالم البرزخ في يوم القيامة إذا كان الأمر يرتبط بالله وبرسله كنت واقفا على بعد أربعة أمتار من ضريح الإمام الرضا سلام الله عليه في مشهد فجاءني أحد الشباب سأل قال هل الله موجود قلت له ما الذي تقوله أنت قال أقول ما موجود قلت له ليش جاي هنا قال عدي صديق وإحنا ويا بعض قال أريد أروح أزور أنا ما كنت جاي وما شايف إلى آخر فأجيت بس أنا ما مؤمن لوجود الله شفت ماكو وقت حتى أقعد وياه وأعقد جلسة بحث ورد على تشكيكاته فاستخدمت أسلوب الإمام الصادق سلام الله عليه قلت أنا أقول الله موجود أنت تقول الله غير موجود أنا أكلت وأنت أكلت أنا شربت وأنت شربت أنا نمت أنت نمت أنا تمتعت بالحياة أنت تمتعت بالحياة إذا متنا وشافنا الله ما كان موجود أنا مو خسر عن شي لكن إذا مت ورأيت أن الله كان موجود ويحاسب عليك كل صغيرة وكبيرة ما الذي تفعله ومن امتيازات الآخرة على الدنيا أنك لا يمكن أن تغير واقعك هناك إلا إذا عدت إلى الدنيا يعني إذا ما تعود إلى الدنيا متل تغير متل تغير واقعك مثل الطفل إذا إجل الدنيا بأعضاء سالمة فإنه يبقى سالما لكن إذا ولد وعنده مشكلة جناتيكية إلا إذا رجع إلى عالم الرحم ومنك غير وضعه يتغير هنا عالم الآخر ما يمكن يتغير فيه شيء ولذلك يقولون رب ارجعوني لماذا لا يقول رب وفقني لكي أعبدك هنا أصلا ما يكون مجال من لم يركع في هذه الدنيا لا يؤذن له بالركوع لا يستطيع أن يركع فقلت لي إذا رحنا هناك وشفنا الله موجود وانت ما تقدر تسوي شيء هناك خلاص راحت عليك أبد الآبدين على كل حال مجرد التشكيك خطأ يقول أن من الشك الإنسان يصل إلى اليقين خطأ أبدا أنت في أعمالك اليومية في تعلمك اليومي تبدأ تشكك بعدين توصل للعلم لا من العلم اليقيني تتوصل إلى علم آخر مثل المدرجات التي أنت تصعد عليها للسطح درج توقف عليه ثم الدرجة الثانية ثم الثالث ثم الرابع وإلى آخر الدرجة الأول إذا ما كان ثابت متخلي رجلك عليه حتى تصعد إلى الجرجة الثانية نحن من يقين نصل إلى يقين آخر قال لي أحدهم أيام كنت في السويد قال أن أبي يقول لا وجود لله أعطني دليلا ماديا قلت له أنت قل لأ أنت دليل مادي من أين جئت من جائبك من خالقك من صنعك أنت صانع نفسك أو غيرك صانعك إذا أنت صانع نفسك أخبرني ما في داخلك كبدك كيف يعمل كليتك كيف تعمل قلبك وإلى آخر دليل مادي هذا الكون دليل ما أريد أدخل في هذه التفاصيل في مسألة التوحيد ولكن أقول التشكيك أمر سهل ومن أسهل الأمور وهو الذي يفعله إبليس يشككك في مختلف أمورك مجرد كلام من يقول كنا سابقا نسمع هذه القوانات يقول لك من يقول أكو عالم الآخرة أكو واحد راح ورجع مفشخ مشكلة ما ترجع لو كان إمكانية أن ترجع أنت تفشخ لو سالم كانت المسألة سهلة إذا تفشخت هناك إلى الأبد مفشخ فإذا نحن لسنا مع التشكيك ولا نرى أن التشكيك هو في الحقيقة طريق إلى اليقين والعلم أبدا من يقين ننتهي إلى يقين ثاني مثلا من يشكك في قضية صاحب الأمر عزي الله تعالى فرجه الشريف لا نبدأ بالحديث عن وجود الإمام نبدأ نقول أنت مؤمن بالله وما مؤمن الله تثق به أو لا تثق به الله موجود لو ما موجود الله موجود زين الله ليش خلقنا شي يريد من عندنا الذي خلقنا ما الذي يريد منا ما الذي يريد بنا أرسل أنبياء إيه أرسل أنبياء الأنبياء يوم اللي يرحون خلاص يعني بعد البشرية لازم تضيع في هذه الحياة هل النبي أي نبي من الأنبياء هل النبي وصي هل هناك من يكمل شون يكمل يكمل ذكر الأحكام الشرعية شوف كل ما في كتب الصحح صحح الستة مالت مدرسة الخلفاء هذا كلام ما اليومين بس بس يومين يعني إذا أنت وقفت عند كل ما ذكره القرآن وذكره النبي أحكام كثيرة في هذه الحياة تبقى بدون أحكام الله بدون التشريع نحن نعتقد أن كلام اللائمة هو كلام رسول الله وهم أكمل الشريعة وهم الذين يعطون أحكام كثيرة على كل حال يقول أحد المخالفين إن الحسين هذه بعض التساؤلات اللي كان ديالي الماضي يسألوا نيوانا بالطريق أو تلفون إن الحسين فرق كلمة الأمة فما هو ردكم نعم الحسين فرق كلمة الأمة كما فعل كل الأنبياء كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين كلهم كانوا غنم أجل النبي حتى يسيوهم أوادم نحن وحدة الكلمة من ريد بأي ثمن من قائل أن وحدة الكلمة قيمة لم قيمة على الحق نعم على باطل ليست وحدة الكلمة من القيم التي بني الكون عليها الناس اختلف بعد مجيء الأنبياء بعضهم آمن بعضهم كفر فاختلف أما أن الحسين فرق كلمة الأمة هاي الأمة اللي تتبع كل الطاغوت كل الظالم كل واحد اللي يصدر حقوقهم والأمة الساكتة يعني الحاكم الراكب على رقبت وديه ضرب على رأس وهذا قابل بالموضوع شون قيمة هذه وحدة الأمة الذي فرق وحدة الأمة أولئك الذين لم يقبلوا كلام رسول الله ولم وفرقوا بين الكتاب والعترة وقد قال لهم النبي إني تارك فيكم مستقلائين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض تفرقت قلت الكتاب الله ما عملت بالكتاب ما لنا بس هذا شعار رفعه معاوية في معركة صفين وفرق بين علي بن أبي طالب الذي قال عنه رسول الله تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل ورفع القرآن حسبنا كتاب الله ما عدنا هذا الكلام حسبنا كتاب الله ما عملوا به هم ولا نراه صحيح سؤال يقول هناك تشكيك في بعض الجزئيات من المقتل ومن ثم التشكيك في كل المقتل بعضهم يستند في المقتل على كتب الآخرين نحن نعتقد أن مقتل الحسين بكل التفاصيل من أوثق ما وصلنا في التاريخ أوثق ما وصلنا في التاريخ هو مقتل الحسين ومقتل أصحابه ومقتل إخوته ومقتل أبنائه ومقتله ما كعدنا أوثق من هذا من لنقل إلنا مقتل الحسين الثلاثين ألف من الذين قتلوه قتل الحسين في صحراء وحاصروه وعيونهم مثل أحقادهم متمركزة على المقاتلين من الجبهة الأخرى على الحسين وأصحابه ولذلك تفاصيل إعدهم هذا حميد بن مسلم هذا مراسل صحفي إذا صح التعبير أو جاسوس لعبيد الله بن زياد أن يكتب له كل يوم حينما أرسل عبيد الله بن زياد رسالة إلى عمر بن سعد بيت شمر من جملة كتب له وليكن خبرك عندي كل يوم صغيرة وكبيرة لازم تكتبع لي وكانت هذه وسيلة الجارية في وقته شلون هذه الأخبار كانت توصل إليه هو إجاء إلى نخيلة النخيلة أقرب إلى كربلاء من الكوفة وكان الجيش يملأ الصحراء في بعض الروايات عندنا ألف ألف مليون واحد لأن عبيد الله بن زياد أمر أن برئة الذمة ممن لا يخرج لقتال الحسين برئة الذمة يعني دم مهدور كل لازم يطلع قسم كان هو في كربلا يقاتلون قسم بالطريق والطريقة السابقة كانت أن الأخبار تنتقل من شخص لشخص لشخص يعني خلال فترة زمنية قصيرة ما يحتاج أن فارس يأتي بالخبر سامعين عن سور الصين العظيم هذا سور الصين شنو هو سور الصين عبارة عن جدار مومن يعني جدار وسيع بغرف في وسط وفي مثل منائر هذا سور عظيم وهو سور أسكري لمواجهة العداء إخواني شوية تقدموا إلى أمامه ذكر رحم الله من ذكر القوائم من آل محمد تفضلوا قد الثاني يبقى على صوتك الثالثة على حب الصديقة الطاهرة السور كان عبارة عن أنه منا نصائر هجوم فهذا اللي بها المنارة ينادي على المنارة اللي بمقدار ما يسمع كلامه الثاني للثالث كذا إلى أخي عشرين ألف منارة طبعا هي مو يسموها منارة بس أنا أسميها حتى تعرف المقصود مكان مرتفع في واحد واقف عشرين ألف في سور الصين الخبار توصل بسرعة من كربلة إلى النخيلة الأخبار كانت تصل مو يوم بيوم خلال دقائق الخبر كان واصل إلى عبيد الله فالشاهد على ما فعل الأعداء وبالحسين هم الأعداء في الدرجة الأولى وانقلبت الآية عليهم خلال ست سنوات وذكروا ذكروا كل ما جرى وما فعلوا بأهل البيت سلام الله عليهم إضافة إلى أهل البيت هم كانوا حاضرين في كربلة زينب كانت موجودة زين العابدين والنساء وقد شاهدنا كل صغيرة وكبيرة في الجبهتين هنا من الذي حدث هناك من الذي حدث يعني يوم العباس يجيه ودعو علي الأكبر أو القاسم أو الإمام الحسين هم الذين شاهدوا وذكروا وأول من كتب مقتل الإمام الحسين أصبغ ابن نباتة وهو صاحب أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المقتل على الأسف ما موجود بأيدينا هناك واحد مقتل أبي مخنف هذا المقتل أيضا ما موجود بس يذكر الطبري يذكر قال أبو مخنف في مقتله حدث عظيم ابن بنت نبيهم وبعضهم كان ممن شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقل قال لي يا زيد ما الذي تفعل طالما رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين شو الانقلاب اللي صار فكان الحدث عظيم لذلك كثيرون كتبوا أبو مخنف ليس من مذهب أهل البيت سلام الله عليه لكن هو مجرد كاتب من الكتاب الأحداث التي تقع كان يذكرها و عندنا خمسين مقتل قديم يعني ليوم أنا أكتب لي مقتل أنا أخذ من الكتب الذين شاهدوا راحوا وراها يعني بعض الكتاب كان يروح على اللي شارك في كربلا شون انت شفت فيذكرون فواحد يجي يقول لك أبو مخنف لا نشي قال أولا أنا مصدري مو أبو مخنف ولا طبري اللي يقول كل أصحاب الإمام الحسين إنما قتلوا ثمانين واحد من أصحاب عمر بن سعد إلي عمر بن سعد جايب لمليون أو ثلاثين ألف قال لبس القلوب على الدروعة شجعان الأمة يعني ثلاثة وسبعين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ميت واحد قتلوا بس اثمانين معقول واحد من عندهم مستميت للطرف الثاني مجرد أجلك الله الزبالة جايبية قدام هؤلاء ولذلك ما قتل عمر بن سعد ولا شمر ولا حرملة بعيدين ذول يضحون بجنودهم لأنفسهم فخضية التشكيك في المقتل غير وارد عندنا على الإطلاق وأيضا أحدهم سأل ولا بأس هذا أقرال كمية يقول أن ابن العربي أحد المتصوف يقول كل الناس متجهون إلى الحقيقة المطلقة يعني الله أولا يسميه حقيقة مطلقة مثل واحد كاتب كتاب يقول كذل جمعي اسم الاسم الله مسميه لذلك الأسماء توقيفية مو كل واحد يقدر يسمي الله الفتشي يا واجب الوجود شنو هذا هل قد أكو أسماء في القرآن الكريم عن الله تخترع فرد اسم مصحح ما يجوز لك تخترع أسماء على كل حال ابن العربي يقول كل الناس متجهون إلى الحقيقة المطلقة وهي الخالق من خلال الطريقة التي يراها كل واحد أنها أقرب وأوضح ويقول أحد أتباعه لقد علم أن كلا إلى الله لكن طريق الأنبياء قريب وطريق وغيرهم بعيد كل الناس يعبدون الله لكن واحد طريق قريب صراط مستقيم و أقرب طريق ما بين النقطتين والخط المستقيم لكن طريق غيره مو مستقيم هم يوصل إلى الله يعني الشمر يوم اللي جالس على صدر الحسين ديقوس رقبت الحسين من خلف كان طريق الحسين إلى الله وطريق الشمر إلى الله لكن الحسين قريب وذاك شوية بعيد كل اللي قام الإمام الحسين من أجله والأوصياء من قبله والأنبياء جميعا كان بس يردون يقولون يا ناس ترى هذا الطريق أقرب من ذاك يعني أنت تكذب وأنت تصدق كلاهما يوصل إلى الله أنت تقتل وأنت مقتول كلاهما يوصل إلى الله أنا مصدري مو ابن العربي الولاء ابن العجمي أنا مصدري الله ورسوله والمعصومون من أهل بيت رسول الله سمع لكم ورسول الله ماذا يقول ابن العربي شو علي ترهات ابن العربي نحن لازم نأخذها ونعتبرها وحي منزل وكبر في كتاب اسمه الكتاب المؤلف مو من مدرسة أهل البيت من مدرسة الخلفاء اسم الكتاب تنبيه الغبي في كفر ابن عربي هذا هو الشخص الذي يقول أن ترعون من أهل الجنة كل هاي الآيات القرآنية التي تقرأها في الكتاب إذا بقى إلى فرعون إنه طغى فقل أنا ربكم الأعلى ويقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار كله لتفسير كل كذاب يمكن واحد يفسر كلامه كل سارق واحد يقدر يبرر عمله ما اصدري مو ابن العربي ما اصدري الله ورسوله وأولياء الله المعصومون والذين علمهم من علم رسول الله من علم الوحي سؤال آخر يقول إنك قلت لو لم تكن زينب لم يكن أحد يعرف الحسين هل هذا صحيح إخواني القضايا التاريخية سلسلة كما ذكرت لكم مرة فكل شيء تشوفه الآن لازم تشوف مقدماته قبله شنو من وين اجه هذا شنون صار شنون انتهت الأمة التي بعثها الله عز وجل أمة وسطا وجعلها شاهدة على بقية الأمم اجتمعت على ابن بنت نبيها وقتلته وقتلت من معه بتلك الطريق البشعة فيها لا أسباب لكن نجي على قضيات زينة بهلول العاقل هذه مرة يجي زار المسجد الحرام صراح الحاج عمره ما أدري وأحرم ولب وطاف حول البيت وصلى ركعته الصلاة وقصر يوم لدي يطلع عند الباب أخذ به وضاد الباب قال يا رب نعمل بيت بيتك نعمل حرم حرمك أنا أحرمت ولبيت وطفت وصليت وقصرت ممتاز لكن يا رب لا تنسى فضل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا رسولك الكريم لم تكن تعبد وإنما الأصنام كانت باقية على الكعبة إلى اليوم أكثر من ثلاثمائة صنم على الكعبة تعبدوا من دون الله وصلاتهم جنوا القرآن يقول وما كان صلاتهم إلا مكاوت كانوا عرات يدورون حول الكعبة وكان تصفيق وتصفير هذا الصلاة الجاهلية فيا رب لا تنسى فضل رسولك ثم جاء لزيارة النبي في المدينة وبعد أن جار النبي وصلى ودعا يوم لذا يطلع وقف يوم بالباب طبعا هذا نوع من أنواع التبليغ نوع من أنواع العمل لهداية الناس صوت عالي كان يتكلم هذا قال يا رسول الله قلت لله نعمل بيت بيتك نعمل حرم حرمك ولكن وصيته بك وقلت لا ينسى الله فضلك طبعا الله ما ينسى هذا كلام العبد أن لا ينسى فضلك وذكرت له ما فعلت أنت وكيف أنك خلصت بيت الله الحرام من الشرك وأقمت التوحيد لكن يا رسول الله أنت لا تنسى فضل علي لولا أن علي نام في فراشك في ليلة الهجرة لقتلوك ولقضوا على هذا الدين ولقد قلت أنت في معركة الأحزاب اللهم إن تهلك هذه العصبة يعني جماعة النبي فلن تعبد اللهم إن شئ أنت لا تعبد فلا تعبد من الذي انتصر لرسول الله في جميع معاركه وغزواته خاصة في المعركة التي قال على النبي خرج الإيمان كله إلى الشرك كله علي انتصار علي فيا رسول الله لا تنسى فضل علي ثم جاء إلى النجف زار أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين أوصيت بابن عمك رسول الله خيرا عند الله وأوصيت بك خيرا عند رسول الله وقلت ما قلت ولكن أنت يا علي لا تنسى فضل الحسين لو للحسين لكانوا يتهمونك كما اتهموك بأنك لا تلتزم بالدين ولا تصلي تارك عمود الدين تهموك بالشرك والكفر وأنت حامل راية التوحي فلا تنسى فضل الحسين ثم جاء إلى كربلاء صلوا على محمد والمحمد جاء إلى كربلاء وزار الإمام الحسين زار وصلى وبشى ودعا فطلع وقف يم الباب قال أبو عبد الله وصيت بجدك خيرا عند الله وقلت لو لا لكانت الأصنام تعبد من دونه وهي متعلقة بأستار الكعب وقلت لأيضا نبيك أوصيت بي خيرا لأبيك وأوصيت خيرا بأبيك عند الرسول لا وأوصيت بك خيرا عند أمير المؤمنين وقلت لو لاك لم يكن الإمام علي هذا الذي نعرفه ولكن يا أبو عبد الله أنت لا تنس فضل زينب لو ما زينب ترى القضية دفنوها في الرمال كربلاء تأكل شيء لم يكن أحد يعرفه حق أهل البيت ولا باطل ولا باطل أعدائه زينب بكلمتها بشجاعتها بصمودها بوقفتها زينب وزين العابدين وبكائها وزين العابدين هم الذين أبقوا قضيتك ربلا حي طبعا ولذلك الإمام الحسين قال شاء الله هذا تخطيط إلهي أن زينب تكون مع الحسين والنساء يكون مع الحسين زينب هي التي أبقت ثورتك ربلا هذا كان مقصودي في الجواب على هذا السؤال الذي طرحه أحد الأخوة سؤال آخر يتساءل البعض عن موقع الحسين في المنظومة المعرفية الحسين قام بعمل قام بجهاد قام بمواجهة الباطل عر الباطل كشف عنه وبين أن الإسلام إسلامان إسلام الله وإسلام الفراعن فراعن أم يسمه إسلام لكن مو إسلام الله تريد إسلام الله والذي لا يدخلك الجنة إلا إسلام الله إسلام الفراعن ما يدخلك الجنة إسلام الفراعن قشور مولو باب انت لو تأكل قشور كل الفواكه ما تحصل على البيتامينات اللازمة لجسمك ما تحصل والحسين هو الذي يفعل بعدين لا تنسي موضع الحسين في المنظومة المعرفية هو موضع الخيط في حبات المسبحة هذا الخيط اذا ما موجود كل هاي الحبات مطشرة ما يستفاد من عده بدل ما الناس يسبحون بيه يدوسون عليها باقدامهم خيط مهم القرآن ما الذي يقول واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا الحسين من هيكل التوحيد الكلمة الجامعة للقيم الدينية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هيكلمة التوحيد وهؤلاء هياك للتوحيد هياك للتوحيد فقيمة يعني قضية الامام الحسين في المنظومة المعرفية السلام عليكم ورحمة الله هي التي تجمع الامة ألا تقول الحسين يجمعنا طبعا الحسين يجمع الخط الدين الأصيل يجمعه الحسين سلام الله عليه سلم لمن سالمكم وخرب لمن حاربكم سؤال آخر يقول أنتم رجال الدين مفترض فيكم تدافعون عن الدين هذا شيء معلوم رجل الدين شغل جنو أن يدعو الناس إلى الدين فمو محايدين أنت مو محايد فشنو معنى كلامكم شنو قيمة كلامكم للناس بأن آمنوا تبعوا صلوا صوموا أولا يعني اللي يدافع عن شيء لازم أول يكون كافر به ويدعو إليه حتى يكون محايد يعني إذا فرد واحد يكتب كتاب طبي لازم يكون جاهل بالطب حتى يكتب كتاب الطب مفروض في الطبيب يحكي عن الصحة عن السلامة وعن الطب طبعا مفروض الشيء الثاني صراحة رجال الدين في مذهب أهل البيت ليسوا مجرد موظفين لا يقولون ما يقولون لمصالح مادية قد يساعدهم الناس لكن هل هذا موظف؟ مو موظف؟ يعني مو أنه واجب عليه حتى هذا الحاج حتى يحصل له فلوس يقدر يأكل ويشربينهم له يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون رجال الدين يعيشون كأفقر طبقات المجتمع أفقر طبقات المجتمع هم رجال الدين طبعا الدعاية عليهم أخواية والكذبة والعملاء هو يحكيون عن رجال الدين لكن أنت شوف كم رجال الدين عنده بيت ملك كم رجال الدين عنده بيت ملك كم رجال الدين عنده سيارة ملك لنفسه في بعض الحوزات أمامته أو عبايته يشتريه أقصاط أقصاط وقيمته عشر تلاف دينار أراقي أو يركب سيارة الله يسلمكم يركب سيارة الوانيت بالحر بالبرد بالمطار لأن ما عنده سيارة وما عنده فلوس يعطي للتاكسي أذكر لكم هذه القصة وأكمل كلامي يوم الأيام في مدينة غير عراقية طبعا نصف ساعة كنت واقف بالطريق حر إلى أن حصل السيارة تكسي ركبته إياه هذا كان مخالف لعلماء والمتدينين ورجال الدين وإلى آخر كان ذاك اليوم ذكرى ميلاد واحدة من أهل البيت بالمزح حتى أفتح حديثه إياه قلت لي اليوم يقولون مجان التكاسي مجانية قال لكم كل الأيام مجانية شفت هذا يريد تحرشه إياه قلت ليه إحنا يعني منه أنا منه قالوا أنتم رجال الدين قلت لي كل شيء لنا مجاني قال إيه أنا كل شيء لكم بعدين قال أنبوب النفط في جيوبكم قلت له آه لطيف يعني أي واحد يلبس عمامه وتما تكلي أنبوب النفط يجيب جيبه قال لي طبعا قلت له لانا يبيعون أقمشه روح أشتري عمامه أنا ألفها لك وأعطيك عبايتي أضافة تطير معمم حتى أنبوب النفط يدخل في جيبك بسرعة قلت له بعدين التم ملابسي حكمت علي أنا رجل دين معمم آه عمامة هذه العمامة أدنى وقفية يعني أنا أصرح للناس بالشارع بالطريق أنا وقف للدين أنا وقف للدين ولا نسألكم عليها أجرا لكن أنت تعتبر هذه العمامة علامة أننا من المطرفين وحنراكبين على أكتاب الناس قال إيه قلت زين أنت قاتل أنت زارق أنت زاني قال إيش تتهم قلت كل اللي بسجون أو تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من عدم يلبسون سترب وانطرون مثلك أنت متعرفني أصلا أنا منه حكمت علي أنا محكم عليك بالمنطق ما لك أنت أنه الملبس دليل على شي هاي ملابسك يا ملابس جميع السراق جميع القتلة جميع الزنات جميع الذين يختطفون روح سجون شوف روح في السجون شوف هو شاف شوية ما قدر يجاو قال ترى أنا جدي هم رجل دين قلت له ما شاء الله جدك هم رجل دين جدك هم كان في جيبة أنبوب النفوط إحنا ما عدنا خبار بعدين قلت له شوف يا رجل لو أنا أنبوب النفوط في جيبي ما كنت نصف ساعة أنتظر بالشمس حتى حضرتك تجي وتوصلني وتاخذ من عندي فلوس وتسبني وتسب إضافة على ذلك أنا رجل دين طبعا مفترض في أن أدافع عن الدين الملحد يتهم المتدينين ورجال الدين بأنهم غير محايدين لأنهم يؤمنون بالدين أنت الملحد يؤمن للدافع عن إلحادك أنت مؤمن بالله وتدافع عن إلحادك وصرت موضوعي وصرت محايد أنت ملحد ترى تشكيك أمر بسيط بس شوية تفكر فيه تشوف كلك كذب فيه كذب فيه كذب تخليك كذب منها كذب منها كذب منها سواء لك شيء كبير في دماغك ابتعد عن كل من يشكك فيك وفي دينك ابتعد عنه لك صادقة لأن هؤلاء شغلهم شغل إبليس ونحن مكلفون بأن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصل اللهم على محمد خلي دعوال لطمه عجل اللهم خلي دعوال لطمه ترجمة نانسي قنقر